شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وبحضور معالي السيد بن راي في جاين الوزير الأول لولاية كيرلا بجمهورية الهند الصديقة ومعالي الشيخ خليفة بن دعيجة الخليفة رئيس ديواني سموي ولي العهد في احتفال نادي الكيراليين البحرين وذلك بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس النادي بالمملكة وقد أعرب الوزير الأول لولاية كيرلا الهندية بن راي في جاين عن اعتزازه بما وصلت إليه مستوى العلاقات البحرينية الهندية التي تمتد لعقود طويلة من الاحترام والتقدير المتبادل وهو ما يعكس حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة على تنمية هذه العلاقات بين البلادين الصديقين في إطار من التعاون في مختلف المجالات ورفع الوزير الأول لولاية كيرلا الهندية بن راي في جاين وجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك المفدة على ما تليه حكومة المملكة من عناية وتقدير واحترام لأبناء الجالية الهندية كما قدم الوزير الأول جزيل شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الدعوة الكريمة وهو ما يعكس اهتمام سموه بتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين كما اشهد الوزير الأول بما تشهده البحرين من تطور في مختلف المجالات وهو ما يؤكد عمق الاهتمام اللي بتوليه القيادة الرشيدة لعملية التنمية المستدامة ومن جانبه عرب وزير الخارجي الشيخ في كلمته خلال الحفل عن سعادته بالتواجد في النادي ناقلا تحيات جلالة الملك المفدة واسموه ولي العهد الأمين إلى أبناء الجالية الهندية في البحرين ومشيدا بالدور الكبير الذي قام فيه في عملة التنمية التي تعيشها مملكة البحرين كما استذكر وزير الخارجية الزيارة التي قام بها إلى ولاية كيرلا الهندية حيث التعايش السلمي بين جميع المواطنين من مختلف الأديان وجميع الطوائف واختتم مع علي الوزير كلمته بالإشارة إلى أن العلاقات البحرينية الهندية الطويلة كانت سنوات جميلة للغاية حيث تشارك المواطنون الحياة مع أبناء الجالية الهندية وفي كلمته له أشهد مع علي الشيخ خليف بن دعيج رئيس ديوان سموي ولي العهد بعمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين مع جمهورية الهند الصديقة والمبنية على الاحترام والتقدير المتبادل معربا عن اعتزازه بالروابط العميقة بين الشعبين الصديقين منوها إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى ولاية كيرلا الهندية والتقائه بالعدد من الأشخاص الذين عاشوا في البحرين الذين لا يزالون يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير والذكريات عن مملكة البحرين وما يتمتع به المواطن البحريني من خصال حميدة هذا وكان رئيس نادي الكيراليين في البحرين قد ألقى كلمة استعرض فيها تاريخ العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند خصوصا ولاية كيرلا مثمنا عمق العلاقة بين البلدين وما تريه القيادة الرشيدة في المملكة من عناية واهتمام بأبناء الجارية الهندية وفي ختام الاحتفال تابع الحضور عرضا فنيا يظهر عمق الثقافة والتعايش التي تمتع بها ولاية كيرلا الهندية وذلك بعدد من اللوحات الراقصة التي قدمها أبناء الجارية الهندية في المملكة